ازايك شباب الاخبار ان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نحل مع بعض هومورك فور في كوستشن سيرتي فايف فاول طلب عندي هو بيسألني عايز عرفي التوتر رزيستنس الكامل طيب احنا عارفين ان دلوقتي عندنا رزيستنس دول كلهم بارلل لبعض كلهم بارلل البطارية فكلهم عندهم 9.2 فولت طيب لما ان هو ميديني الكارنت في كل برانش فيهم او الكارنت اللي ماشي في كل رزيستنس فيهم وانا عارف الولتج اللي على كل رزيستنس فيهم فانا برضو اعرف احسب الار فممكن حد يحسب الار بتاعت كل فرع عادي جدا ويعملهم كلهم بارلل مع بعض هيعرف يطلع النتيجة عادي جدا بس في هنا حاجة اسهل ايه هي بقى دلوقتي ما انا معايا الكارنت في كل البرانش الصح فانا هاعرف احسب اللي هي هتبقى بكام هتبقى بلاس فورتي فايف بلاس فورتين بلاس فور بس ما نساش احول كل ده ايه عشان دابل ميلي امبير فما نساش احوله الامبير فا اضرب تمام وانا عارف ان الار الكلام ده كله او الار المفروض ان هي هتكون بتساوي على الاي توتل فهتبقى بتساوي على الكلام ده كله ساعتها الاجابة هتطلع عندي طيب في تاني طلب في تاني طلب هو عايز يعرف لو انا اكبر فيهم بدلتها بواحدة تانية اه ضعف القيمة بتاعتها يعني عايز اعرف الكارنت هيحصل له ايه طيب دلوقتي المفروض ان احنا عارفين ان مع الكارنت يعني انا اعلى هي اقل الكارنت عندي يبقى مين فيهم اعلى هي دي احنا دي اسألين ان هم مع بعض صح? يبقى انا لما هكي جابت الريزيستنس دي اجيب واحدة ضعفها يبقى اكيد الكارنت هيقل للنص فهيبقى بدل اربعة يبقى اتنين ميلي امبير بعد كده احسب التوتل كارنت عادي جدا كل دول مجموعين مع بعض منهم مع بعض فتطلع عندي الاجابة هي بي في كوستشن فورتي فور اه هو بيقول في في السيركت اللي قدلنا دي لو احنا افلنا الكي المفروض ان قرية الاميتر في الاول كانت خمسة امبير بيقول لو احنا زودنا اه رزيستنس هنا سيريس جانب الاردي باتنين قوم المفروض ان قرية الاميتر دي هتقل وهتبقى اربعة امبير فهو عايز اعرف بقى الاردي الكامل طيب نكتب اللي هو قاله احنا عارفين كده كده ان بتاعت البطارية بتساوي ايفو ار تمام والفي بي دي كده كده ايه حاجة سابطة طيب هو اول كيس قال لنا قال ان هنقول ان الفي بي دي بتساوي ايفو ار صح يعني خمسة او يعني طينز ار طيب في تاني كيس في تاني كيس نفس الفي بي عادي جدا هتبقى بتساوي فور بس الار بتاعتنا مش مش ار بس هي عبارة عن ار بلاس طول ان الاتنين سيريس مع بعض فهعمل ايه مش الفي بي بتساوي الكلام ده فانا ممكن اشيل الفي بي دي وحط مكانها فايف ار فهقول لنا عندي ان الفايف ار بتساوي اه هوزع الفور جوه فهتبقى عبارة عن فور ار بلاس ايت فلما ودي دي ناحية تانية بالماينس فيبقى عندي ان الار بتساوي ايت اوم في كويسشن فيفتي ون اه هو بيقول لو انا عندي اي ون بتساوي اي تو عايز يعرف ايه ايه اني من الاكويشنز دي صح طيب ده من الاسئلة اللي هي بتبين قد ايه الفيزيكس عبارة عن ماس طيب هو مش هو قال ان اي وان اي وان دي بتساوي اي تو يبقى معنا كده طالما الفي عندنا كده كده سابتة الاتنين بارلل لبعض يبقى معنا كده ان الفرع ده كده كله الفرع اللي تحت ده كده كله على بعضه بتاعته قد الفرع اللي فوق ده كده كله على بعض تمام معي الحد هنا بمعنى احنا لو عايزين مسلا نقول ايه نسمي دي مسلا ونسمي دي ونسمي دي تمام فانا كده احنا لسه زي ما احنا متفقين احنا هنقول ان بتساوي ده اللي احنا اتفقنا عليه عشان هو قال لي ان اي وان بتساوي اي تو تمام انا بشتغل بالجفن اللي هو مجدهون ايه ام طيب دلوقتي انا عارف فوق احنا عارفين ان عامتا ان اي ار يعني بتساوي اللي على ايه فانا هفوق كل حاجة من الحاجات دي للرو والل والاي بتاعته تمام طيب بالنسبة هنا هو قال لي ان هي عندها رو اي سري رو اي سري اللي انس بتاعها بتو ال فهكتب جنبها والاي بتاعتها بتو ايه يبقى اوفر ايه هعمل معها نفس الكلام بالزبط هي عندها رو اي وان فهتبقى عبارة عن رو اي وان اللي انس بتاعتها تو ال هي كمان والاي بتاعتها باي عادي جدا بلاس عندها رو اي تو اللي انس بتاعها بقل وي الارية بتاعتها بتو ايه طيب نبدأ بقى ايه نحاول نزبط شكل المسألة عشان نوصلها كماسة هيا كده كده هتلاقوها ان هي نوعا مبسيطة من حيس ايه ان انا دلوقتي ممكن اكامسل ال ايه دي كده كلها مع بعض او لو حد مش مجمعها قوي دلوقتي انا عندي هنا وعندي هنا فانا ممكن اخدهم بمعنى ان انا ممكن اقول ان انا عندي رو ايه على تو ايه تمام رو ايه هنقول ايه هنقول ان احنا عندنا ال على ايه اخدتها برا وعندنا هنا مضروبة في لان خلاص الارية ما بقاش في حاجة تحت خالص خلاص وهنا وانا خلاص اخدت الالة برا فاكن هنا في بس هتفتكرو الى فمنمسحه احسن تمام فانا بقول بقى ان احنا كنسلنا ده كده مع ده كده تمام دي مش فور دي قلق طيب نيجي ايه نكتبها تاني على مضافة كده دي هتطير مع دي فبعدنا رو اي سري بتساوي اتنين رو اي وان زائد رو اي تو او اللي هو رو اي تو يعني اللي هي الاجابة عندنا هتبقى اي? الاجابة عندنا هتبقى سي. في هو بيقول ان انا لو انا عندي بيقول بعد كده انا وصلت له اه تاني معمول من نفس الماتيريال ونفس اللينس بس الدامتر بس اه ازيد منه تلات اضعافة. عايز يارف ايه توتر كارنت حسن بين اي و بي سابت. تمام? او اللي يخلي بين اي و بي سابت. طيب. دلوقتي هو صح? انا ممكن اعبر عنه وهو قال لي هو قال لي ان هو كان ماشي فيه تلاتة ميلي امبير. تمام? فلنفت ان هو عنده طيب هو برضو هو اللي قال ان انا جيت موصلت بي تانية تمام? بس الدامتر بتاعها اه تلات اضعاف. طيب ده تأثيره ازاي يبقى احنا عارفين ان الريشو بين هي هي نفسها بين الدامتر يعني لو انا جيت قلت ان مسلا مسلا اه يبقى برضو اكيد اكيد تمام? طيب. ليه انا بقول الكلام ده? عايزين نرجع تاني لقانون ال الاساسي اللي هو ايه? احنا عارفين ان الار بتساوي الرو اي الا على ايه? وانا اعرف افك الايه دي فهتبقى الرو اي الا على صح كده? يبقى معنى كده ان الار لو كل الحاجات التانية سابتة. مع الار سكويرد. طيب احنا عايزين نوصل لايه? لما هو يقول لي ان الدامتر بدل مكان دي بقى تلاتة دي. احنا عارفين ان هي هي نفسها الريشو بين الارات. فالار بدل مكانة ار هتبقى تلاتة ار. فلما الريديوس بقى بقى تلاتة اضعاف. فالسري دي هي كمان هتبقى سكويرد. مش هتبقى سري ار. بدل مكانة ار هتبقى سري ار. لا هي بدل مكانة ار هتبقى سري سكويرد يعني هتبقى نين ار. فهميني يعني احنا نحن نحط بنحطه على الكلام ده كده كله على بعض. طيب. يبقى احنا كده عارفنا ان المفروض ان الار. المفروض ان احنا قلنا انها فهتبقى يعني تمام? طيب يبقى معنى كده ان دي بدل ما هي كانت ار هتبقى ار اوبر نين. قلت للتوسل. تمام? قلت للنين. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اضعاف بتاع 3 ميلي امبير 27 ميلي امبير هو عايز يعرف اي توتل بكامي فهنجمع الاتنين دول مع بعض فهتبقى عبارة عن سيرتي ميلي امبير او اللي هي 0.03 امبير في كويسشن سيكست سري هو عايز يعرف ريدينج بتاعة الاميتر بكامي طيب احنا عارفين ان الاميتر يعتبر سلك فاضي يعني الفولتميتر الفولتميتر يعتبر تمام يعني عشان كده لو هو موجود في السيرتي عندي انا ممكن اشيله هو كده كده ما يمشيش فيه كرد وعارفين ان الاميتر هو عبارة عن سلك فاضي حاجة بتاعتها بزيرو فيعتبر ما بيقصرش عندي في السيرت كده كده هتفهموا الكلام ده في اخر شابتر اه هتفهموا بالتفصيل يعني بس خليكوا عارفين الكلام ده دلوقتي تمام طيب دلوقتي لما احنا قلنا على ان الاميتر يعتبر سلك فاضي انا استفدت ايه استفدت ان انا اعرف ان دي والدي الاتنين مع سلك فاضي فهعتبرهم ملغيين ولا اكنهم موجودين خالص فبقى كده عندي بتاعت السيركت هي عبارة عن والسيري اوم بس اه هما الاتنين دول بس كده سيريس مع بعض فهتبقى هعرف ان الاميتر كده بيعرى اللي هي عبارة عن الفي بي او الار او الار اكوفلنت الفي بي بتاعت البطارية عندي بتولف او اللي هي بفايف ويطلع عني الانسر بتو بوينت فور امبير او اللي هي الاجابة بتاعتي هتبقى ديه. في سكستي سيفن هو عايز يعرف اه بيقول انا البطارية عايز يعرف انا اختيار من الاختيارات دي لما احطه كده في الاماكن اللي هو محدد هالي اللي هي اصل اسلاك ببعض يعني ده هيقرأ او ممكن يقرأ تمام? طيب نبدأ نوصل واحدة واحدة يعني احنا دلوقتي عندنا مسلا ده اول شكل هو اعمل هولي ان انا عندي دي هنا وعندي هنا تمام? طيب احنا كده كده متفقين ان احنا ده لسه قيلين في السؤال اللي قابلين ان هو يعني هو كده كده ما بيمشيش فيه كلمة. احنا كده كده ممكن نعتبره مش موجود اصلا. تمام? طيب لو هو مش موجود اصلا. مش معنى كده باين جدا بالنسبة لي ان ار تو وار وان اللي اتنين مع بعض اه متوصلين طيب عايزين نتأكد نتأكد ازاي? زي ما اخدنا في الحصة اللي فات او الدرس اللي فات ان هو نبص على الطرفين بتاعهم ونتأكد ان هما متوصلين مع بعض الناحيتين من غير فاصل. فلاقينا ان ار وان وار تو اللي اتنين برالي اللي بعض واللي اتنين بردو برالي للبطارية يعني اللي اتنين اريين اتنين فلو جينا رجعنا لو جينا رجعنا اللي احنا مسحنا ده هو ماسك ار تو هو ماسك ار وان الاتنين كده كده برالي للبعض او يعتبر ماسك البطارية ما هم كلهم برالي للبعض. المهم ان هو في الاخر بيقرأ كام بيقرأ اتنين فلت. تمام? فمعنى كده ان الاجابة الاولانية دي او اللي هي ايه? مش صح. تمام? نمسح بس ايه? الكلام ده. احنا عندنا بعد كده ايه? في تاني واحدة. النسامها برضو هي كمان. مسلا نغير اللون. هو موصل هنا بين اكس واي بسلك فاضي. وموصل الناحية التانية. ومن فوق موصل بار وان. عندنا فوق ار وان وعندنا هنا ار ونفس الكلام. هنا هو نفس الكلام بالزبط. عندي ار وان برالي مع ار تو بس هنا هو مخلي ماسك سلك فاضي. فسلك فاضي احنا عارفين ان الفي عامتا هي ايفو ار. فهي هيمشي فيها كارنت عادي. يعني الكارنت هيطلع من البطارية هيتقسم هنا ويكمل يمشي هنا عادي ويرجع تاني او هيطلع فوق ويرجع تاني للبطارية. فهو المهم في كارنت في السلك الفاضي ده. بس بتاعته بزيو. فالفي او الفولتميتر سوري هيقرأ زير. فبرضو مش هي دي الاجابة اللي احنا عايزان. نمسح تاني. عندنا بقى في اختيار سي. هو بيقول لي ايه? هو بيقول لي ان احنا عندنا. آآ سيبنا بين اكس وواي فاضيين عادي. عندنا هنا بين وي وزد عندنا ار تو. وي عندنا من فوق. عندنا اروان. تمام? طيب زي ما احنا متفقين احنا نعرف نمسح يعني هنا مش هنمسح الفولتميتر او مش احنا متفقين ان الفولتميتر ده يعتبر سلك فاضي. صح? يعتبر اه سوري او سركت مفتوحة او سلك مفتوح. فمعنى كده ان اصلا اصلا ار تو دي مش هيمش فيها كارنت. تمام? يعني هنعتبر ان هي لكنها مش موجودة اصلا. تمام? طيب يعتبر الفولتميتر اكنه ماسك ايه? اكنه ماسك اروان اللي فوق دي. تمام? يعني ار تو دي احنا نعتبرها اكستند للفولتميتر. ليه? لان هي كده كده مش هيمش فيها كارنت. تمام? فهو ماسك ايه? هو ماسك من فوق ار تو. هو كده يعتبر ان هو على الفولتميتر بلد اه سوري بلد لار وان ماسك ار وان بلد البطارية. فبرضو الفولتميتر هيقرة امبير. فكده كده ما بقلناش غير اه اخر اجابة خالص اللي هي دي. بس تعالوا نشرحها بلد. احنا عندنا في دي. هو بيقول ان هو وصل هنا تانية. ومن فوق كده كده عندنا ايه? يعني هنا فيه ار وان. هنا فيه ار تو. هنا فيه ار سري. طيب مش ار تو ار سري مع بعض. ماسك الحتة دي كده بس. واحنا عارفين ان في الفولتج بيتقسم. فلو الحتة دي كده كلها على بعضها واخده فممكن ساعتها هنا يقرأ مسلا وان فولت وهنا يقرأ زيرو بوينت فايف فولت. اللي هو هنا بقى في احتمال انه ممكن الفولتميتر يقرأ وان بوينت فايف فولت. انما في الحاجات الباقية كلها هو اما كان بيقرأ اتنين اما كان بيقرأ زيرو فالاجابات كلها ما كانتش نافة. فالاجابة عني في الاخر هتبقى دي. هو عايز يعرف دي اه ارية الفولتوميتر بكم. طيب يفاكرين في السؤالين اللي قابليهم ان احنا لما جينا قلنا ان الفولتوميتر بنعتبره او اللي هو مفتوح او مفتوح كده يعني هننسى الكلام ده دلوقتي خالص ليه? لانه هو الداني للفولتوميتر رزيستنس. تمام? انا ايه اصلا اللي بيخليني اعتبر ان الفولتوميتر ده اه سلك مفتوح. مش احنا عارفين ان لما سابت يعني 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 كل اما تزيد كل اما هتقل فاحنا بقى بنعتبر ان الفولتوميتر ده رزيستنس هتبقى تبقى قبيرة قوي 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 لدرجة انها ممكن تبقى فساعتها هتبقى قليلة قوي 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 لحد ما تبقى كنها زيرو. فعشان كده بنعتبر في الحالة الايديال للفولتوميتر اه اللي هو رزيستنس بتاعته عالية قوي. الاي في بزيرو. تمام? هو بقى للفولتوميتر. فخلاص انا مش هقدر افرد انها بانفينيتي. هو تمام? طيب هنبدأ بقى نتعامل ازاي? هو دلوقتي عايز يعرف بقية الفولتوميتر بكام صح? فعندنا كزا طريقة. ممكن نعمل ايه? عارفين ان دول حاجتين لبعض. فانا لو جبت الو هنا او جبت الو هنا اللي هي يعني او او جبت الو بتاع السيستم كله اللي هي في الاي بتاعت السيستم دا فانا كده عرفت لان احنا عارفين في الو هنا قد الو هنا قد الو بتاعت السيستم كله. تمام? طيب دي طريقة. في ايه طريقة ممكن استخدامها. احنا عارفين ان يعتبر دي اللي هي مع الكلام اللي هنا ده كله صح? ففي الستة دي بتتوزع عليهم هما اللي اتنين. فانا لو عرفت هنا بكام هاعرف اطراحه من يبقى الباقي كله راح الناحية التانية. تمام كده? فانا حابب الطريقة التانية اكتر فحل بيها. انما كده كده عندكم كزا طريقة ممكن تحلوا بها براحتكم ايه? طيب دلوقتي احنا عندنا الاندرد كيلو اوم مع الاندرد كيلو اوم فهتبقى فيفتي كيلو اوم. فانا هشطب على دي. خلاص ولكنها موجودة. وهتبقى دي عندي ايه? فيفتي كيلو اوم. والاندرد كيلو سيريس مع الفيفتي كيلو فبقى عندنا كده ان او بتساوي كيلو اوم. تمام? طيب لما هنيجي نحسب هي عبارة عن اللي هي عبارة عن سيكس اوفر وان هندرد فيفتي الكيلو دي اللي هي هلاقي ان الاجابة طلعت معايا بفور. تمام? احنا عايزين نعرف ايه? عايزين نعرف ال في عند الوان هندرد كيلو اوم بكام? والفي هي ايفا ار فعارف ان ال في عند الوان هندرد كيلو اوم بتساوي اللي هي عشان الكيلو. فهتطلع معايا بكام? هتطلع معايا فور فولت. فور فولت دول فين? فور فولت دول اللي هنا. يعني الحتة دي كده. عليها فور فولت. يبقى والباتري بتاعتي كلها بستة. يبقى اكيد اكيد السيستم التاني ده كده. واخد اتنين فولت. فتبقى الاجابة عندي هي بيه? في سبنتي فور هو بيقول لو انا قرية الفولتميتر دي بوان فولت. عايز يرف بين نقطة اكس ونقطة واي بكام? تمام? طيب. اه في واحد ممكن مسلا يفكر ان هو يحسب الكرنت. وفي واحد ممكن يعني يحسب ويحسب ويجيب او سورة بين اكس وواي يعني هتقى بكام? طيب ما احنا اصلا ممكن لو بصينا هنلاقي ان احنا عندنا ده مسك من هنا من غير فواصل صح? ومن ناحية التانية مسك الواي من غير فواصل فاكن الفولتميتر اللي هو مسك الار دي من الناحية التانية مسك ال اكس والواي برضي. فلو هو اري وان فولت يبقى البتنشيال ديفرنس بين اكس وواي وان فولت. طيب ممكن لو هي مش خطحة ممكن نحاول نوضحها اكتر. ازاي? احنا عندنا ادي اكس ودي واي. دي اكس ودي واي. تمام? عندنا ايه بقى في النص? احنا عندنا اللي فوق خالص ده بار. تمام? عندنا ايه? عايزين بس ايه ننضف الحتبة دي كده عشان تبقى واضحة. ايه. بلاش نمسح. ماشي. احنا عندنا ايه? احنا هنبقى عارفين ان احنا عندنا الار دي اللي هي دي متوصلة مع الار دي برالي. عارفنا منين انها متوصلة هنا مع بعض. من انا اعرف. اه. يعني اقدر اشيل واحدة. يعني اقدر اشيل اللي كان بتاحت هنا دي. تمام? ووصل التانية مكانها عادي جدا وابطي بعد دي هاف ار. صح? بس انا عايز بس ايه? هشد السلك ده كده تحت شوية عشان شكلها يبقى نظيف. تمام? يعني انا هلسمها ازاي? انا هلسمها بس كده. دي الهاف ار بتاعتنا. تمام? نفس الكلام من ناحية تانية. احنا عارفين ان الار دي ودي اللي اتنين متوصلين مع بعض من ناحية من غير فوصل. فبنفس الطريقة بالزبط. هيبقى عندي آآ هاف ار تانية. متوصلة هنا. وكده كده عندنا الار الصغيرة اللي تحت بتاعتنا دي. متوصلة من تحت. فتبقى عندنا ار تاني. اللي اتنين دول مع بعض. اللي اتنين دول مع بعض سريز. فاقدر امسحهم. ممسح الفارع كله. ووصل مكان جديدة. بنفس القيمة بتاعتهم ان هما بار. فدلوقتي التلاتة دول بينين جدا ان هما بارلل لبعض. ودي لو هي كان عليها واحد فاكيد دي كمان واحد فاكيد دي واحد فاكيد كله على بعضه. واحد فساعتها اكس وواي. اللي انا مسكهم دول هم مجرد للحتة دي كده. هتعتبر برضو في فاول طلب هو طالبه مني عايز يعرف الار بكام لو الاميتر ده اتنين امبير. طيب الاميتر ده في الفرع الرئيس التاعي صح? وبقى دول 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 تعم? يبقى انا طالما معي ومعي فانا اعرف احسب او اللي هو ايه? هو بيقول هنا اصلا ان هو اللي عنده تمام? فالحط دي كده مقفوضة. فهتبقى بتساوي على فهتبقى بتساوي على اللي هو قال لي انها فساعتها على بعضها بتساوي سيفن بوينت فايف اوم. تمام? طيب بش برضو احنا قدامنا الاتنين دول بردل مع بعض واللي هيطلع مع دي يعني هي عبارة عن عشان هما سيريس فهتبقى اول هي يعني تمام? فاحنا عارفين ان الار اكوفلنت بتساوي اللي هي بتساوي سيفن بوينت فايف اوم. فانا لو وديت الوان بوينت فايف النحية التانية بالدفايدل فانا عرفت ان الار بتساوي سيفن بوينت فايف اوفر وان بوينت فايف يعني كام يعني فايف اوم. فتاني طلب هو عايز يعرف لو انا بقى نقلت آآ من هنا يعني انا خلاص انا فتحت ده. حطته بدل ما هو كان هنا نقلته ناحية التانية. تمام? هنعمل ايه? دلوقتي لو احنا واخدين بالنا الار دي كده دي بقت حتة مفتوحة خلاص تمام? فالحتة دي ما بقتش موجودة بقت طايرة في الهواء. فانا بقت عندي السركة هتمشي ازاي الكرنة هيجي من هنا كده. هيمشي في الريزيستنس دي. بعدين عندنا الار دي بقت مع سرك فاضي. صح كده? فالار دي هتتلغي الكرنة يمشي في السرك الفاضي على طول ويرجع للسركة. فانا كده السركة كلها على بعضها ما عمليش فيها غير الار دي. فتاني بالراحة. احنا عندنا الار اللي هنا دي كانت عبارة عن السركة بتاعها بقى طاير اصلا لان احنا قلبنا لسويتش. فدي تلغت كده كده. وهنا دي عندنا براليل مع سرك فاضي متوصلة من الناحيتين من غير فاصل. فبقت الار في السركة كلها هي الار دي. فانا لما هجي يكون عايز احسب الاي لو اللون ده مش بين. لو انا عايز احسب الاي في الكيس التانية هتبقى عبارة عن الفي بي اللي هي فيفتين في الحالة التانية اللي هي بار اللي احنا قلنا انها فيبقى عندي الاي هتطلع معايا بسري امبير فتبقى اللي جابة عندي هي السينة. هو عايز يعرف اني اختيار من الاختيارات اللي بتاعتي دي صح. طيب احنا عشان نعرف اه نجيب الاسهل طريقة في السؤال ده. فاحنا هنعتبر ان احنا كان عندنا هنا كان ماشي كان بادئ بايتين فولت. طيب وانا ليه سميته ايتين لسهلت الارقام يعني مش اكتر. انا فرضته بايتين عشان سؤالت الارقام. ليه? فوق اللي فوق على بعضه بايتين فولت. والبرانش اللي تحت على بعضه بايتين فولت. يعني الار فوق قد الار تحت. يبقى الاي فوق قد الاي تحت. صح? وعشان نسهل الحسابات اكتر واكتر فخلينا نفترض ان الاي اللي ماشي كده كده في الدكتين احنا طراما الار فوق قد الار تحت يبقى الاي فوق قد الاي تحت. خلينا نفترض انها بوان امبير. تمام? طيب. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه? هنمشي مع الالكترون ده. هم طبعا كزا الالكترون ورا بعض. فعمل عمدنا واحد طلع فوق معا ايتين فولت. واحد نزل تحت معا بيتين فولت. فنبدأ بقى نشوف. احنا عارفين ان عبارة عن صح? طيب لو هو قلنا ان فيبقى اللي راحت في دي عبارة عن كام? عبارة عن يبقى الالكترون ده خسر من الايتين دي فاتبقى معا كام? اتبقى معا سيكس. يبقى هنا عند النقطة دي. يبقى هو هنا كان عند نقطة اكس كان عنده ايتين. تمام? هنا عند نقطة واي بقى عنده آآ سيكس بس. البوتينشيال او الفي او البوتينشيال ديفرنس عند السيكس اوم هي اي فا ار اللي هي اللي هي سيكس فولت. فهو هيخسر الستة اللي تبقى قوله. وهيطلع هنا عند الزد بزيرو. تمام? طيب نجي نبدأ نمشي من تحت. لما هنيجي نبدأ نمشي من تحت هو برضو الالكترون ده كان ماشي بيتين فولت. هيخسر في السيكس اوم احنا متفقين كده كده من فيبقى هنا او الفولت اللي واقع هنا بسيكس فولت. فهو خسر من الاتين سيكس فهيبقى عند نقطة الالكترون اللي معنا ده بقى معاه اه سوري هيعدي على التن هيخسر تن. فيبقى عند النقطة اللي دي هو هيبقى معاه بس. هيعدي برضو هيجي عن النقطة زده هيبقى بكام? هيبقى بزيرو. نبدأ بقى ايه? نشوف الكل اللي هو بيقول هالي. هو عايز يارف في اللي هي ايه? اللي هي كي اهي. وايه اللي اهي? دي هنا بتولف وهنا دي بتوب. يبقى بتبقى تولف ماينس تو اللي هي بتين فولت. هل هي اكبر من في اكس واي? لا احنا لسه قدين اصلا من شوية ان في اكس واي كده على بعضها. ليه? لان هو الالكترون كان دخل خرج بزيرو. فمعنى كده ان هو البوتينشال ديفرنس اي تين ماينس زيرو باي تين. فالفي اكس واي? بكام? باي تين? فيبقى اول انصر عندنا ده غلط. آآ انصر بي هو بيقول ان في واي زد آآ اللي هي يعني واي اهي وزد اهي. هنا الالكترون كان عنده ستة فولت. هنا كان عنده زيرو. يبقى احنا عارفين ان في واي زد. هتبقى بتساوي سيكس فولت. وفي اكس كي. فين اكس? الالكترون عنده اتين. وكي عنده تولف. فالبوتينشال ديفرنس ما بينهم هتبقى اتين ماينس تولف. اللي هي بسيكس فولت. فهل هي آآ في واي زد? هل هي اكبر من في اكس كي? لأ. هي ادها. اللي هي اجابة ايه? اللي هي اجابة سي. في كويسشن ايتي سيكس. هو بيقول لو في ون بتساوي في تو. فهو عايز يعرف الار بقى بكامل. طيب دلوقتي لو احنا آآ الكلام ده نعرف نجيب له اكويفلنت صح? اللي هو الار سيريس مع السري واللي هيطلع بارلين مع التولي. صح? فانا لو عايز ابسط شكل السيركت هتبقى حاجة بالمنظر ده كده. تمام? طيب لما هو يقول لي ان الفيل اللي هنا قد الفيل اللي هنا مش الاتنين دول سيريس مع بعض والفولتج في الطبيعي بيتوزع حسب الرشو بتاعة الارات. فلو الفولتج هنا قد الفولتج هنا يبقى اكيد الار هنا قد الار هنا. تمام كده? طيب الار يبقى انا عارف ان انا لو بحس بالاكويفلنت بتاع الكلام ده المفاوض ان هو يطلع لي بسيكس. طيب الاكويفلنت بتاع الكلام ده اللي هو كام? هو عبارة عن طايمز ار بلاس سري اللي هو البرودكت بتاع الجزء اللي فوق ده في الجزء اللي تحت. اوبر الصم بتاعهم اللي هو تولف بلاس ار بلاس سري كلام ده كله احنا عارفين ان هو لازم يساوي الار اللي تحت دي اللي هي بسيكس. هزبط شكلها الاول فممكن اقول ان انا هوزع التولف دي جوه فيبقى عندي تولف ار بلاس سيرتي سيكس اوبر التولف بلاس السري مع بعض التفتين بلاس الار زي ما هي الكلام ده كله بيساوي سيكس. هعمل كل اسم فالسيكس دي هتضرب تحت. فيبقى عندي بلاس سيكس ار. الكلام ده بيساوي طيب انا ممكن اودي السيكس ار دي الناحية التانية فيبقى عندي بتساوي سيكس ار بلاس سيرتي سيكس وممكن اودي السيرتي سيكس الناحية التانية بالماينوس هي كمان فهيبقى عندي ان السيكس ار هقلب بس هاكس الاكواس اي هاكس انا بين الاكوادي يعني هقول ان السيكس ار بتساوي اه كام بتساوي فور فهلاقي ان انا عندي ان لو ادي السيكس الناحية التانية هتبقى بتساوي اه ده لو احنا عايزين نحلها بالتفصيل وميله وكما ممكن واحد يحلها بعينه على طول ان هو شايف ان زي ما احنا قلنا في الاول بتاعت الجزء ده كده كله المفروض انها بتساوي سيكس صح? طب انا ازاي اخلي اتنين دول مع بعض بسيكس طالما اللي فوق بتولف عشان دي تبقى سيكس لازم تبقى دي زيها عشان تبقى طيب لو انا عندي هنا يبقى الباقي بتاع راح فين هنا فتبقى الحتة دي تبقى عشان لو هتبقى بتولف مع هتبقى بسيكس فلو هتبقى بتساوي بي تو. هو عايز اول حاجة يعرف الاي بكام الاي اللي هو حلطة لي هنا دي اللي هي في الفرع الرئيسي عايز يعرف الاي توتل بكام يعني. وعايز يعرف بتاع نقطة اكسب كامي. طيب اول حاجة احنا عايزين نحسب الاي توتل صح? وانا عشان نحسب الاي توتل فانا اكيد اكيد محتاج الار اكوفلنت. هعمل ايه? اه نحسب الار اكوفلنت. دلوقتي انا شايف مع 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 بعض اللي اتنين يتوصلين من الناحيتين من غير فواصل. فانا بنعمل ايه في البرلين? بنمسح اه واحدة فيهم ولقك انها موجودة خالص. ونكتب على التانية الجديدة بتاعتهم اللي هي بكام بتين اوم. نفس الكلام السيرتي اللي هنا والففتين اللي هنا اللي اتنين مع بعض هما كمان. فبرضو اه همسح واحدة فيهم. نمسح اللي شكلها مش لطيف. ونكتب على التانية الجديدة بتاعتهم اللي هي التن. والتن والتن مع بعض سيريز فعلى بعض بتوينتي. يبقى انا كده عرفت ان او بتوينتي اوم. فلو فاحنا عارفين ان اللون مش باين ان بتساوي على يعني هتوقع بتساوي اللي هي طيب فكده عندنا سي او دي ينفع. هو عايز يعرف ايه بقى? عايز يعرف بتاع نقطة اكس بكامل. عشان نعرف بتاع نقطة اكس فاحنا محتاجين نمشي من نقطة اكس لحد ما نوصل للقرس. آآ يعني لحد ما نوصل للقرس واحنا عانين بنحسب تمام? احنا عندنا ايه? عندنا ماشي في السكة دي كده. تمام? طيب ماشي بكامل ماشي طيب انا لو هجمشي انا هختار اي طريق يعجبني امشي فيه واحسب فانا همشي في الطريق اللي هو ده كده. تمام? هي عشان ايه? ما عندنش غير رزيستنس واحدة بس اللي هي ايه اللي هي التن اوم دي. فهيبقى عندي انا عايز اعرف بكامل اللي هي كنها يعني اللي هي منها هتوقع بتساوي التن اوم دي آآ الفولتج عليها بكام ايفا ار في التن بتن فولت. فساعتها هعرف ان الاجابة بتاعتي هتبقى تن فولت فالبوتنشالدفنس هيبقى دي. لو عايزين نتأكد برضو فاحنا كان ممكن نمشي من طريق تاني. كان ممكن نمشي من الطريق ده كده. ونكمل. بنمشي ازاي? انا برضو هحسب بس الطريقة تانية اللي هي ايه? انا هنا ماشي عكس صحب. فهاخدها بالنيجاتيف. فهتبقى اللي هو اي فا ار فهتبقى بالنيجاتيف تاني. هاجي وانا مكمل ماشي انا خبطت في البوستف بتاع البطارية الاول. فهاخد الفي بي بالبوستف. هتبقى فتطلع عندي برضو بي اكس واي. فانا هامشي في اي طريق يريحني. المهم ان انا امشي من نقطة اكس لحد الجراوند عشان اعرف البوتنشال بتاع نقطة اكس بكات. ام ومش هتفرق مش هتفرق لو انت عملتها زي ما انا عملتها كده ان اكس زد او سبت الحاجات اللي متاخد بلا للمعبعض دي عادي. ده عادي مش هتفرق. او لو انت اه فكتهم وقسمت وبعد كده اخترت الطريق اللي انت عايز تمشيه. كله صح. اللي ممكن ما يمشيش بس معاك هو لو انت كنت اخدت التين مع التين سريز وحطت مكانهم كده واحدة بس انت كده لاغيت نقطة اكس اصلا. فهتضطر بس تفكها تاني عشان ترجع نقطة اكس وقت كده تحسب بقى. في هو بيقول لو انا زودت الاس للضابل عايز اعرف قريقة دي هيحصل لها ايه? طيب احنا كده كده ميتفقين ان ده يعتبر اكينه سلك مفتوح كده او كي مفتوح. فاحنا مقدر اصلا نشيله ولا اكينه موجود. فلما هاجه يبص على الار والاس كده مع بعض فهم يعتبروا مع بعض. فانا لو زودت اس ون اه سوري لو زودت الاس عمتا بتزيد فالاي بتقل. تمام? طيب. دلوقتي انا لما زود دي وتبقى الضابل ايه اللي هيحصله? احنا عارفين ان الاي عمتا بتساوي اه سوري ان الفي عمتا انا عايز احساب الفي عمتا بتساوي اي فار. صح كده? حلو. طيب ما الفي? هنا الار دي احنا نسمينها اس صح? عشان احنا بنلعب في الاس دلوقتي. انا هبص على الفولتوميتر هو ماسك ايه? هو ماسك الاس. دي اسهل حاجة هنبص عليها دلوقتي. تمام? فلو الاس زادت الضابل. هل الفولتوميتر اليت هتحصل لها هي? الفولتوميتر اليتو هتزيد. بس هل هي تبقى الضابل? لا. ليه? لان الاي هي كمان قلت حاجة بسيطة. فلما الاي هتقل هتخلي الاس دي ما توصلش انها تبقى الضابل. فالاجابة بتاعتي هتبقى انها هو زاد عادي. بس ما وصلش للضابل بالزبط. تمام? ليه? بسبب الاي. طيب ما حد هيقول لي مسلا اه مما ان الاي قلت. ليه? مسلا ما فضلش سابت. مع ان كلاك انا ما فيش في الاختيارات. او ليه ما قلش? يعني ليه ما تبقاش الايلم تاع الاي هو الكسبان يعني فمحصلة ان البي وبرعا ان هي الاراية بتاعتها قلت او كمان بتاعتها قلت. دلوقتي عندنا بس شرط صغير قبل ما انا اقول اللي انا هقوله ده. اه لو بتاعتك. يعني الكلام اللي انا هقوله ده بشارط ان بتاعتك تكون بش متوصلة مع البطارية دايب. تمام? يكون زي ما احنا عندنا هنا كده. عندنا فيه اه فصلة بينهم. تمام? ده بيدي لك صلاحية لايه? لان انت دلوقتي لو انت عندك ماسك الريزيستنس دي اللي هي عندنا في حالتنا دي هي اس. فلو الار زادت الفولتوميتر الريته هتزيب. لو الار قلت لما اتكلم هنا على الاس يعني الريزيستنس بتاعت الاس. لو الريزيستنس بتاعت الاس زادت الاي اه سوري ال في هتزيب. لو الاس بتاعت الاس قلت فساعتها ال في هتقل. بمعنى ان الاخر الفولتوميتر بيبقى ماشي حسب الار مش حسب الار. تمام? بيبقى ماشي حسب الار مش حسب الار. فانت لو دلوقتي الفولتوميتر بتاعك ماسك رزيستنس. وريزيستنس زي ما احنا قلنا بشارب ما تكونش ماسكة في البطارية دايرك. لانها لو ماسكة في البطارية دايرك تلبيه كده كده سبت. تمام? فلو فساعتها الفولتوميتر بيبقى ماشي حسب الار مش الار. هو بيقول لي ان اللي ماشي في اللي هنا دي ما تتغيرش حتى لا في اي كس من الاتنين يعني لو انا قفلت مع بعض او لو انا فتحتهم هما الاتنين مع بعض الكرنت اللي ماشي في اللي هيفضل زي ما هم تمام طيب انا قدر اصحب من معلومة دي في ايه دلوقتي عشان اقلت الانونز اللي عندي فانا هخلي مفتوحية تمام عشان اكون خلصت من يعني اعرف يعني اعرف احسن قصة دي بكامل طيب اه نشوف دلوقتي احنا عندنا المفروض ان انا خلاص قلت ان اكن دي مش عندي تمام وطبعا السلك الفاضي ده برضو كده كده ايه اكنه مش موجود عندي تمام فانا عندي اكنه ماشي في بعد كده في التوينتي بعد كده في التن هما كلهم ايه مع بعض في اه يبقى انا كده عندي يبقى انا كده عندي هتبقى بتساوي على اللي هي فيطلع عندي ان بتساوي تمام يبقى دي ماشي فيها طيب دلوقتي اه اصبت بس شكلها عشان ايه بقى الشكلها غريب طيب دلوقتي في الكيس في الكيس بتاعت ان انا هوصل دول هقفلهم خلاص تمام نخليهم اللي حصل عندي الاول حاجة التن دي مع سلك فاضي فهي هتتلغي التن هي اللي هتتلغي المرة دي تمام طيب دلوقتي عايزين نفكر في ايه عايزين نفكر ازاي نحسب الار دي تمام ازاي نحسب الار دي احنا عارفين ان الار عمتا بتساوي بتاعتها على بتاعتها صح كده طيب مش الو بتاعتها دي هي عبارة عن بما ان الاتنين برل مع بعض طب مانا معايا الكارنت بتاعت توينتي اوم فانعرف احسب الو دي بكامي. فيبقى الو بتاعت التوينتي اوم اا الفي اللي هنا اللي عند التوينتي اوم هتبقى عبارة عن اللي هي هتبقى بالتو اللي هي يعني تمام? طيب مش سيركي الدي مش سيركي الدي انا اقدر اعتبارها اكنها حاجة بالمنظر ده كده. انا عندي هنا الفيفتي اوم. وبعد كده عندي هنا التوينتي اوم. وشكرا على كده صح? هنا الفيفتي اوم. وهنا التوينتي اوم برلل مع الار. اللي هي الار ايكوفلان تتاتهم هما الاتنين يعني. طيب نرجع تاني لحطة السيريس مش انا لو عرفت الفولتج هنا. اه اكيد الفولتج الباقي راح النحية التانية. اللي هو ايه? انا عندي البطارية بستة فولتها. وانا عرفت ان ده اللي هو عبارة عن مع الار عنده او اللي هو يبقى اكيد الباقي بتاع السيك صراح عند اللي هو هيبقى كام? اللي هو هيبقى فور بوينت فايف فولت. تمام? طيب انا استفدت من ده ايه? انا استفدت من ده ان انا هارف احسب اللي مشى في الفرع الرئيسي. هارف حسب بكام? هتبقى بكام? الاي عندي هتبقى منها عبارة عن الفور كوينت فايف. فيطلع عندي ان الار با ان الاي هتطلع تقريبا مبنين امبير. تمام? طيب دلوقتي انا عرفت بكام? صح? طيب دلوقتي انا عايز اعرف الاي بتاعتها بكام? احنا كنا عايزين نعرف اصلا الار بي كام? فقلنا هي بتاعتها احنا جبنا بتاعتها. ناقص نعرف بس الاي بتاعتها بكام? مش الاي بتاعتها هي عبارة عن الاي توتل اللي دخلت هنا مينس الحبة اللي راحه للتوينت يقوم. فمعنى كده ان انا لو انا عايز احسب الاي توتل اللي دخل كلهم بس ناقص منهم الحبة اللي راحه للتوينت. هتطلع في الاخر من الاي توتل اللي راحه للتوينت. فتبقى الاجابة عندي هي بي. في عايز يعرف اه لو انا حركت السلايدر ده من حتة اللي هو فيها دي لحد هو تمام? عايز يعرف عايز يعرف ايه? عايز يعرف بتاعت اللامب دي هيحصلها ايه? تمام? طيب. دلوقتي في الاول خالص. قبل ما انا حرك السلايدر اصلا هو في مكان وكده. كان هيمشي ازاي? كان هطلع من البطارية. يعتبر مش هيمشي في السلك اللي هو التخيم. هيطلع في السلايدر. يمشي السلك الرفيع. ويرجع على البطارية. تمام? يعد باللمب ويرجع على البطارية. طيب دلوقتي انا عايز استفاد ايه من الكلام ده? مش السلك الرفيع ده. هو الاريا بتاعته اصغر من السلك الكبير. وهو قال ان الاتنين اصلا سيم ماتريل وسيم لينز. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتحكم في الريزيسنس ما بينهم هم الاتنين. فبما ان الريزيسنس بتاعته اعلى. تمام كده? فهو في الاول عدى كان قدامه او بيوجه الريزيسنس كبيرة اوي. فالكارنت كان قليل اوي. تمام? طيب. نرجع كده. اه احنا عايزين بقى بعد كده نحرك يعني ايه نحرك يعني اعتبر بش موجود هنا. تمام? احنا هنحطه فين? احنا هنحطه هنا. تمام? طيب دلوقتي الكارنت هيمشي ازاي? المفروض ان هو هيطلع علي من البطارية. هيمشي في السلك التخين اللي هو بتاعته كبيرة. هيطلع في بعد كده يعدي على اللمبة ويرجع يرجع تاني للبطارية. فهو دلوقتي قليلة. ليه? عشان هو عدى في الواير اللي بتاعته اصغر اللي هو بتاعته اكبر. فالكارنت اللي كماشي في تاني كيس كبير اوي. طيب ما ننساش من الباور مش اللي بيحكمه الكارنت بس هو كده كده اللي بيحكمه هو الريزيستنس. اه اللي بيحكمه سوري اللي بيحكمه. اه لما يجي يقول لك بتاعت اللام. فهو ما بيتكلمش ان احنا هنحسابه على السكر انت بس انت لازم تركز ان انت بتحسابه على الس الباور. بس المهن ان كده كده الار عندنا سابتة لان احنا بنتكلم على نفس اللمبة. فكده كده تعرف تقارنها بالاي على طول. تمام? فما ان الباور مع الاي سكويرد اللي هو من القانون بتاع ان الباور بيساوي اي سكويرد في الار. والار كده كده سابتة. فعشان كده قلنا ان هو مع الاي سكويرد. ففي الكيس التانية اللي هو لما احنا جينا حرقناه السلايدر. الاي بقيت زادت. فالباور زادت فاضاءة اللامبة زادت. يبقى معنى كده ان اضاءة اللامبة هتزيد. في هو بيقول عندنا بس الاتنين ما عاملين من نفس الماتريل يعني عندهم نفس الريزيستيبتي. اه 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 او عايز بقى هيدينا شوية نارمات عن كل الكوندكتور فاحنا مسلا نكتب الموضوع بالمنظر ده كده بيقول ان اللينس بتاع الفيرست كوندكتور دابل السكند. فيبقى معنى كده ان لو ده كان يبقى ده لو تو ال فالتاني هيبقى ال تمام? عشان اولين يضعف التاني. وبيقول ان الديامتر بتاع الفيرست كوندكتور برضو هو كمان ضعف السكند كوندكتور. يبقى لو ده تو دي. فهيبقى ده دي. وزي ما احنا متفقين ان الريش ما بين الديامتر هي نفس الريش ما بين الريديول. فهتبقى لو هنا ده تو ار فده برضو هيبقى ار. تمام? طيب. هو مسبت لنا هو عايز يارف على كام? هو مسبت لنا صح? يبقى احنا هنروح للقانون بتاع ان الباور بيساوي على يعني تمام? يبقى انا هعرف على بيساوي على تمام? طيب دلوقتي كام? احنا عارفين عشان نعرف نعمل يعني فاكين كنا نعمل رشو ازاي? اول حاجة انا هنكتب القرن بتاعنا من هو ان الار بتساوي الرو اي الا على اي? تمام? هطير السوابط اللي قدامي بس الاول عايزين نفك الاريال. بمعنى احنا عندنا دي رو اي ال على تمام? فهنطير عشان هي حاجة ثابتة وانطير الابقى عشان هي حاجة ثابتة. ساعتها بقى هنعمل ايه? لو مسلا فالحاجة اللي فوق بتاخد نفس الرقم والحاجة اللي تحت بتاخد الرقم التاني او عكس الرقم. تمام? فنيجي نكتب الكلام ده. احنا عندنا هنا ار تو صح? فيبقى الكلام ده هيبقى بيساوي ال تو فار سكويرد وان على ال وان اللي بتاخد نفس الرقم عشان هي فوق هنا كانت فوق. اه والار عكس الرقم فهتبقى ار تو سكويرد. تمام? فنيجي نبص بقى او نيجي ننقل الارقام بتاعتنا. احنا عندنا ايه? عندنا ال تو دي بل. فتبقى هنا ال. ار وان بكام? ار وان بتو ار بس كله على بعض سكويرد فهتبقى بفور ار سكويرد. ال وان بكام? ال وان بتو ار تو سكويرد هتبقى بار سكويرد. فهلاقي عندي ان انا الار سكويرد اللي طارت مع الار سكويرد ال ال اللي طارت مع الال فاتبقى عندي اللي هي بتو اوفر وان وتبقى الاجابة عندي هي بي. في سبن اه في الاساي كوستشنز هو عايز يعرف ان نحسب الاي دي بكام? والحظين الحمد لله الاي اه في الفرع الرئيسي فانا كل انا محتاج وانا انا اعرف الار ايكوفلنت بكام? وهعمل ال في بي على الار ايكوفلنت لعلى الاي بكام? تمام? طيب نبدأ بانفكر بالراحة. اول حاجة ندور على والسريس. اه احنا عندنا واضح جدا ان ده سلك واحد بس متني. اللي هو لو عندي ماشي مسلا في في هو هو اللي هيخش كله في فمعنى كده ان الاتنين سريس مع بعض. ففي السريس بنعمل ايه? بنمسح الفرع كله كده. بنمسح الفرع كله. ونحط جديدة خالص مكانهم. اللي هي القويمة بتاعتهم هما الاتنين مع بعض. تمام? طيب عندنا مسلا ايه تاني? هنيجي ناخد بالنا ان والسريس اللي اتنين مع بعض دول متوصلين برل. ليه? لان هما متوصلين مع بعض الناحيتين من غير فاصل. فاحنا في البرل اللي بنعمل ايه? في البرل اللي بنمسح اه فرع منهم. فنمسح مسلا الفرع ده. عمل لنا ازمة شوية. ونكتب على ده. الفاديو بتاعتهم هما كان سيكس رو سري. البلد اللي بتاعهم هما الاتنين مع بعض بتو اوم. تمام? طيب هيبقى باين عني برضو قوي ان الاتين دي مع مع الاتنين مع بعض ليه? ان الاتنين ماشيين مع بعض اه او الاتنين سلك واحد بس متني او الاتنين ماش فيهم نفس الكرن لان هنا خلاص الحالة دي تشالت هو كل الكلامة اللي جاي من الاتين هيخش في التو اوم. فالاتين والتو مع بعض سري. ففي بنعمل ايه? بنمسح الفرع كله. نعتبر ان ده برضو مش موجود خالص معنا. تمام? ويه مسحنا الفرع كله اللي هو كان ايه? كان الفرع ده كده. تمام? وحطينا مكان واحد جديد. في الفاليو الجديدة بتاعتهم بس واحدة فيها الفاليو الجديدة بتاعتهم بس كان اتين وتو اللي اتنين مع بعض بكام بتوينتي. وباين جدا ان التوينتي دي مع التوينتي الجديدة دي اللي اتنين مع بعض برل. فساعدتها هيبقى عندي ان التوينتي مع التوينتي آآ برل مع بعض فانا بمسح واحدة فيهم خالص وبكتب على التانية الفاليو الجديدة بتاعتهم اللي هي كام اللي هي بتاني. فانا بقى عندي كده دي بتاني. ولو هناخد بالنا هنلاقي ان التن دي كنا شفنا الشكل ده في احنا بنحل في الحصة المرة اللي خاتت. التن دي مع التن دي الاتنين برل مع بعض. الاتنين متوصلين مع بعض الناحيتين من غير في واصل. فبنعمل ايه برضو? بنمسح فرع منهم خالص. هتبقى ان الفرع ده خلاص مش موجود. وبقى عندنا بالمنزر ده كده. اللي هو عندنا بطارية. ومشي في ومشي هنا. بس دي طبعا بقت خلاص. فالاي اللي هو عايز يحسبها هي الاي توتل. فساعتها الاي هتبقى بتساوي تين اوفر فايف يعني بتو امبير. نفس الكلام هنعمله هنا بالزبط. ممكن نعمله مثلا يعني نوعا ما بسرعة شوية. ليه? لانها نوعا ما شكلها باين يعني. احنا عندنا هنا سيكس سيريس مع تول وهنا الفور سيريس مع الففتين والاتنين دول مع بعض برلل يعني الاتين برلل مع الناين. هيبقى بكام? هيبقى بسيكس. فبنعمل ايه? هنمسح آآ فرع كامل منهم اللي هو الفرع بتاع الاي تين ده مسلا كله. نمسح الفرع بتاع الاي تين ده كده كله. ونكتب على الفرع الجديد ده. الفالي الجديد بتاعتهم هما آآ هما الاتنين مع بعض. احنا كنا معتبرين ان احنا عندنا اي تين برلل معناين صح? وقلنا ان بتاعتهم او بتاعتهم هما الاتنين بسيكس. فاحنا اللي هنعمله ان احنا هنرسم فرع اللي هو اللي كان التاني ده اللي موجود. ونكتب عليهم الفرع جدا بتاعتهم هما الاتنين مع بعض اللي هي بكام? اللي هي بسيكس اوم. تمام? برضو هيبقى باين عندي ان السيكس اوم دي برلل مع السيكس اوم. نفس الموضوع اللي هي التن والتن اللي كانت هنا دي. اللي هو ايه? عندي من هنا سيكس. اه متوصلة من هنا هو. بالسيكس من الناحية دي من غير فواصل. وبالسيكس متوصلة بالسيكس من الناحية دي من غير فواصل. فالاتنين مع بعض برلل. تمام? فانا في البرلل برضو بعمل ايه? بامسح. فرع منهم كامل كده ولقى كنتي عايزه خالص. الفرع اللي في ده. والفرع الجديد احنا بس نكتب ايه? الفاليو الجديدة بتاعتهم هما اللي اتنين كان عندي سيكس برلل مع سري هيبقى بتو اوم. فهتبقى السيركت عندي حاجة بالمنظر ده كده. عشان بس لو مش واضحة. عندي هنا تو اوم. وعندي هنا تو اوم. والسيركت قفلت على كده. فالتو اوم باين جدا انه هما اللي اتنين مع بعض برلل. فبقى الار اكوفل انت عندي بفور. فلما هاجح سب الاي في السيركت دي. هتبقى عبارة عن تويلف اوفر فور اللي هي بسري. في برضو. هو عايز يعرف الريدنج او الريش ما بيننا ديدنج في اميتر وان على اميتر توك كامل. تمام? طيب احنا كده كده كنا شفنا الشكل ده قبل كده في في الاكسرسايز بتاع البارل والسيريوس ان التلاتة دول كلهم مع بعض برلل. طب تاني لو حد مش فاكر جات ازاي? التولف والتويني فور اللي اتنين مع بعض برلل عشان هم متوصلين مع بعض من هنا من غير فواصل. متوصلين مع بعض من هنا من غير فواصل. زي ما احنا متفقين الاميتر اصلا يعتبر سيرك فاضي. ونفس الكلام التولف بردو برلل مع السيكس من هنا عشان متوصلين مع بعض من غير فواصل. ومتوصلين من الناحة التانية من غير فواصل. فمعنى كده ان الاتنين بردو مع بعض بردل. فالتولف بردل مع السيكس والتولف بردل مع توني فور فكلهم بردل مع بعض وكلهم بردل للبطارية. تمام? طيب احنا استفدنا ايه من الكلام ده? استفدنا من ان احنا لو عايزين نحسب الاي في اي فرع فيهم او اي فيهم فانا كده كده عرفت ان كلهم عليهم لانهم كلهم بردل للبطارية فالاي في اي واحدة فيهم هي عبارة عن في على الار فالاي اللي ماشي هنا هتبقى بها طيب الكرنت بقى هيبقى ماشي ازاي? اول حاجة الكرنت هيجي من هنا هيتوزع في الاتنين هنا عادي جدا ولا لكن في حاجة. تمام? الكرنت اللي جاي من هنا ده هيتوزع يمين وشمال عشان هو في الطريقين في الطريقين. اه فيهم تمام? هنا هل هو هيخش في يعني الكرنت اللي جاي من هنا? هل هيخش في الاميتر? لأ ليه? لان هو شايف البطارية قدامه على طول فهو كله هيخش للبطارية. الكرنت اللي هنا عندي كرنت جاي من اليمين وكرنت جاي من الشمال فبرضو عشان السلك الفاضي ده بيوديه للبطارية على طول فهو هيمشي في الاميتر على طول. بمعنى ايه? لو احنا كنا ما وصلناش لهنا يعني انا جيت قلت لكم ان ده مشي هنا صح? انا همسك الكرنت اللي هنا ده وبدأ تقسمه. هل الكرنت اللي هنا هل هيخش هنا? لأ مش هيخش هنا ليه? لان هو شايف قدامه سلك فاضي او طريق فاضي اللي هو ده يوديه على البطارية على طول. الكرنت اصلا كل هدفه في الحياة ان هو يمشي يروح للبطارية على طول. نفس الكلام فهو بقى اللي جاي من هنا هو داخل على فيتقسم يمين وشمال عادي جدا. وبعد كده يبقى ده كده شكل الكرنت عندي في طيب زي ما احنا لسا قايلين الكرنت اللي ماشي في هو عبارة عن هاف امبير. الكرنت اللي ماشي في هو والكرنت اللي ماشي في هو عايز يعرف القراية بتاعت اميتر وان واميتر تو. نجي نمسك النقطة دي. النقطة دي عندي دخل يمين ودخل شمال يبقى انا اكيد عندي كان اصلا داخل كم هنا? بسري امبير. يبقى اميتر تو اصلا بسري امبير. تمام? طيب نجي نبص للنوت دي. النوت دي عندنا اه كان جاي من الاميتر كان داخله من هنا وان امبير وكان داخله من هنا اه اه او سوري زيرو بوينت فايف امبير. فهو كله على بعضه كان اللي دخل اميتر وان بوينت فايف. وان بوينت فايف دي اللي هي سري اوفر تو. تمام? فاللي هي ممكن تتكتب التو تنزل تحت. فهتبقى كنها سري اوفر سري تايمس تو. فالسري هتروح مع تو. فهتبقى الريشو بين اللي اتنين بهافر. في كويسشن سيرتين هو عايز يعرف اين هيحصل مرة لو زودنا ومرة لو زودنا تمام? في كلا الحالتين وهنيجي نبص هو كده كده للبطارية. فكده كده في كلا الحالتين فيتو هيفضل سابت. تمام? بغض النظر بقى زودنا ا او زودنا او مش فرق. تمام? نيجي بقى ايه? هو دلوقتي ماسك دي. تمام? فاكرين النوت بتاعت ان احنا بيتبع طالما كده كده بشارت ان مش ماسك البطارية على طول. كده كده عندنا الفاصل اللي جميل ده اللي هو ايه? فاصل ما بين اروان والبطارية. حب? فهنعرف نشتغل بتاعتنا دي على طول. يبقى دلوقتي لو احنا زودنا اروان دي هتزيد. تمام? اه دي اول حاجة. ممكن لو احنا عايزين نفهمها. الطريقة تانية ممكن نفكر فيها ازاي? دلوقتي احنا عندنا البطارية. هي عبارة عن تمام? التورطاية دي بتتوزع بين الشخصين دول حسب كل واحد محتاج قدية. حسب كل واحد مين فيهم مفتري اكتر? مين فيهم عنده اكتر? تمام? فكل لما الار بتعداته باكبر يعني مسلا لو ار ده ضعف الار بتعداته يبقى الفي هنا ضعف الفي هنا. تمام? وهكزا بقى. فدلوقتي اللي عنده ار اكبر هو عنده في اكبر. فانا لما زود ار وان فاكن حصتها في التورطاية بتزيد. فمعنى كده ان في وان هتزيد. تمام? طبعا هتزيد على حساب مين? على حساب الغلبان الصغير اللي هنا ده. يعني احنا لو كان عندنا هنا كان اصلا هنلاقي ان في مسلا لو سمينا ده في سري كانت هتقل. تمام? اه فدي طريقتين لو كل واحد عايز افكر فيها بطريقة معينة. طيب نيجي لحتة اه ار تو لو احنا زودنا ار تو بقى هيحصل لها ايه? لو احنا زودنا ار تو فكده كده ار وان اصلا ده ففرع من الفصل خالص عن 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 ار تو فهو ملوش علاقة بي. في وان ملوش علاقة بي. ففي وان هيفضل ثابت زي ما هو لو احنا زودنا ار تو. طيب. اه برضو عشان نفهمها اكتر فدلوقتي مش احنا متفقين ان الفارع ده كده كله اللي هو في ار وان وار سري برل البتري. فهو كده كله على بعضه عنده سابت او عنده سابت. المفروض ان تتوزع منهم زي ما احنا لسه قلين حسب مين عنده اعلى وتتوزع. فكوني العبت في هي ما تدخلتش في الراشيو بين الاتنين دول خالص. فكده كده هيتوزع زي ما هو او مفيش حاجة هتغير توزيعه ففي وان كده كده هيفضل ثابت. تمام? دلوقتي احنا اه سكستين. هو عايز يعرف اه اي وان بكام و اي تو بكام. تمام? طيب. دلوقتي اي وان دي لو احنا ركزنا. هي طلع لو عاملها بس بلون مكتلف شوية. اه ماشي ده. اي وان هي مسلا طلع من النقطة دي. هي عبارة عن مجموع ايه? مجموع عن الاي ده. والاي ده. والاي ده كده كلهم مع بعض اطلعوا وطلعوا لي اي وان. حل? فانا عشان احسب اي وان عندي طريقتين. يا اما اعرف الاي اللي ماشي في كل من دول واجمعهم مع بعض يطلع لي اي وان. يا اما اجيب بتاع السيستم ده كده كله. ولو حسبت الاي فيه هتطلع لي اي وان على طول. تمام? يعني مش احنا كده كده عارفين ان هما التلاتة دول يعتبروا بارلل لبعض. ليه? ان هما متوصلين مع بعض من ناحيتين من غير فاصل. سواء السري مع الفور من ناحيتين. او السري مع السكس. من ناحيتين. تمام? طيب. اه فانا ممكن اعمل انا ممكن عم اخدهم كلهم بارلل مع بعض. وساعتها لكن انا دمعتهم كده كلهم مع بعض والكرانت اللي طالع تطلعته مرة واحدة. سواء ده او ان انا احسب كل في كل واحدة فيهم. واجمع الاي عادي في الاخر. اللي رايحك مع الاتنين صح. طيب. انا هحل بطريقة تمام? فدلوقتي انا قلت ان السري والسكس اللي اتنين مع بعض بارلل. فهعمل ايه? همسح واحدة فيهم. من اخترت في الاول عشان سهلة كارقام يعني. مع بعض بارلل فهمسح واحدة فيهم واكتب على التانية اللي هي كام اللي هي تو. طيب احنا لسه قلين ان الفور اللي اتنين مع بعضه هما كمان بارلل. فساعتها هيبقى عندي همسح الفرع بتاع الفور ده كده كله خالص. وهكتب على دي بتاعتهم هما اللي اتنين اللي هي تمام? طيب فساعتها انا كده زي ما احنا متفقين ان احنا لو جبنا اللي ماشي في دي كده اكني جبت مجموعة تلاتة كارمت في التلاتة اللي كانوا بارلل مع بعض دول اللي هما طلعوا في الاخر كونولي تمام? فهنعمل ايه? فاحنا عايزين نعرف اللي ماشي هنا احنا كده عندنا فرعين بارلل لبعض مسكين في النقطتين دول ممكن نعتبرهم اكنهم البطارية بتاعتنا. البطارية دي هتوقع قيمتها كامل? الو البطارية دي توقع قيمتها ليه? عشان البطارية هنسابينه النقطتين دول بتوينتي فولت. هنا وهنا يبقى البطارية بتوينتي. فيبقى انا اللي ماشي في الفرع ده هي عبارة عن بتاع الفرع ده على بتاع الفرع ده برضو. فيبقى عندي هيديني بكام? احنا قلنا ان دي هتبقى بتساوي السري هتطلع فوق. فيطلع عندي الاجابة في الاخر تمام? طيب بنفس الطريقة بالزبط احنا عندنا فرع تحت فيه اي تو. اي تو هي الاي اللي ماشي في الاربعة اوم. والاربعة اوم دي عليها فساعدتها هنبقى عارفين ان اي تو بتساوي اللي هي بفايف امبير. وبكده نكون خلصنا اسئلة الهومورك بتاع الاسبوع ده وبالتوفيق ان شاء الله.